ما نسمع عن محاوة اشتباكات القبض على عصابات تفكيك شبكات ولكن السؤال الاهم ما هو سبب انتشار ظاهرة المخدرات في العراق وازديادها بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة يعني تسمعني حاليا بوضوح تفضل مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة التغيير يعني بالتأكيد آفة المخدرات تحتاج الى ان تكون هناك ارضية خصبة لعملية الاستقبال والارسال وفي بعض الاحيان المتاجرة والتعاطي فبالتالي خلال السنوات الماضية وجدت ان الارض العراقية هي ارض خصبة وارض تواجد فيها الدولار والتواجد فيها العصابات والمافيات التي تستطيع من خلالها ترويج هذه المادة سابقا اكيد كانت هناك تجارة ضعيفة للمخدرات وكان الاراق يعتبر ممر لهذه التجارة اما اليوم اصبح الاراق يعتبر في بعض الاحيان مصنع مروج متعاطي كل الاحتماليات موجودة وبالتالي تجارة المخدرات هو بداية الطريق لمعظم الجرائم المنظمة الاخرى هذه التجارة اكيد فيها وسيلة ربحية سهلة يستطيع من خلالها المروج او التاجر ان يحصل على ارباح مالية كبيرة تؤهله ان يكون مجموعات وعصابات ويستطيع ان يجابه بها الشرطة والازل الامنية وغيرها في بداية هذا الامر هناك جهات اكيد ساندت هؤلاء المتاجرين بالمخدرات وهذه الجهات متنفذة هذه الجهات تسيطر على منافذ حدودية لانه لا يمكن ان تسيطر على تجارة المخدرات اذا لم تستطيع ان تسيطر على حدود وبالتالي الحدود العراقية في فترة من الفترات كانت حدود سهلة الاختراق ويستطيع من خلالها التاجر ان يدخل هذه المواد او ان يرسلها الى دولة اخرى لكن نتكلم واقعا اليوم هناك عمل دعوب من قبل وزارة الداخلية من قبل المديرية العامة لتجارة المخدرات في ملاحقة اصابات الجريمة اصابات المخدرات صحيح بلا شك هناك جهود حكومية سيد مخلد معذرني على المقاطعة هناك جهود حكومية من الاجهزة الامنية ايضا بالطبع لملاحقة مروجي ومتعاطي هذه الافة الخطيرة اشتركوا في القناة